اقتحم عشرات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته وسط حماية أمنية مشددة من قبل الوحدات الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال الصهيونية وبحسب وكالة قدس بريس فإن نحو 37 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة الخاضع لاستيطرة الأمنية الكاملة من قبل الاحتلال على شكل مجموعات وخرجوا من باب السلسلة كما اعتقلت قوات الاحتلال الأربعاء فتن فلسطيني القرب الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تفيد عملية طعن وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت فتن بزعم أنه قام بإشهار سكين حادة في وجه أحد الجنود المتمركزين في محيط الحرم دون وقوع إصابات على صعيد آخر حضر الاحتلال الصهيوني الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بزعمة الشيخ رائد صلاح وقامت قوات الاحتلال الصهيونية باقتحام مكاتب الحركة في مدينة أم الفحم وسلمتها بأمر رسمي صادر عن وزير الأمن بإغلاق مكاتب الحركة وحضر أنشطتها في الداخل الفلسطيني وذكر شهود عيان في مدينة أم الفحم أن قوات الأمن قامت بمصادرة أجهزة حواسيب في مكاتب الحركة ومجموعة ملفات كما سلمت مذكرة للمثول للتحقيق لكل من رئيس الحركة ونائبه الشيخ كمال الخطيب